السلام عليكم ومرحبا بكم في ديليس ديواليد ان شاء الله هتكونوا ملاحفة في الفيديو اليوم رح نديلكم الكرام اللي كتبتوا لي بزاف عليه سورتو تعالفاني اليوم حنديلكم تعالفاني ونزيدلكم شوكو على بلكم دو كاس خانة رح تبدو واحد مكشكي ما يوجد الكرام في الدار ماشي الكرام تعالى بودر شانتيه هاد يعني تقودوا تقولوا لافريروسات تعالى كرام تندار بالبيد الكرام اللي كيد يعني الكرام شانتيه يجيب زاف بنين هاد الكرام نخليكم دو كاتشوفوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم نبدو بالمقادير تعالى كرام فاني عندي هنا ثلاثة الصفر تعالى البيد عندي مياتين قرام بتاع السكر يجيقس كاس غربع عندي ميتين وميتين وخمس وعشرين ميلي لتر تعالى كرام ليكيد اللي هي كرام فراش سائلة وعندي مغرفة كبيرة تعالى ميزينة مغرفة كبيرة تعالى فاني وصاشة تعالى سكر فاني وهذا دا كنوريكم النوع تعالى كرام ليكيد اللي نستعملها هكذا يعني هديها القراطحة يعني دايما نسخصون عليها هذا هو النوع اللي نستعمله الحاجة اللي نحكم هذا الكاس على الكرام ليكيد نضعه في الكنجيلاتور بس كمبات سنطلعه لازم يكون بارد باش يطلع عنه بيام ونجيب كاسونا نضع في هاداك ميتين وخمسين ميل لتر حليب نضعه فوق النار نضعه حتى يكون يغليب ثم نضعه ريسيبيون نضعه في الاسفارة على البيض نضع السكر ولافاني نخلطهم بها ثم نضعه من الماء زينة هنا القراطحة اللي اشتوها تعلق الكرام ليكيد فيها 450 ميلي لتر اللي هي مكتوبة 45 سنتي لتر هي 450 ميلي لتر نحن نستعمل هذا الكرام شوكو ولكرام فاني نقسمها على زوج هذه القراطحة تقسمها على زوج يجيكم 225 ميلي لتر وميتين وخمسين ميلي لتر حتى نستعملوه في الكرام فاني وكاس نستعملوه في الكرام شوكو وهذا الكرام نتمنى تسييوه مالغر يعني فهلي إذا نقري ديواني ما نحبش نعطي لكم انروسات لي تكون سهلة بزاف ما يلقوتها حي يجي ناقص ما يجي شبنين هادية راح يجي لقوت على كرام ويجي بنينه وان بلوس يعني في هادي الغريديون للملاح يعني للحليب البيض هادو يعني فيهم فايدة مشي غير بودر شانتيه ووسكر يعني هادك راح عندو حتى فايدة دوك هنا كي غلى هادك كل حق لدرجة الغالة يعني للحليب نجيبوه ونزيدوه لهذاك الخاليط اللي وجدناه نخلط طبيعا نزيدوه نخلط بالفوين بعد نعود نرجع هادك الخاليط في الكاسرونه ونده فاق النار ناقصا قاعد نخلط فاحته ونعقد ولي عارفوا لا كرام ديبلومات يعني هكذا تندر نديرو شغلوين كرام باتيسير مع الأول ومبعد نديروين كرام شانتيه يعني نطلعو هادك الكرام لكيت ولي عدنا كرام شانتيه نخلطوهم كيف كيف بارك ما نديروش لا جيلاتين لا جيلاتين كنكونو حا نديكوري وبيها يعني نديروها في اللي فاوندير طارتولا اللي نديرو لها لا جيلاتين بس لا كرام ديبلومات ندير بلا جيلاتين هنا هادك الخاليطة اللي خلطناها يعني لا كرام باتيسير اللي خلطناها في فوق النار هاي لك حطيتها تكون يعني في تبسيها كده يكون شوية طويل باش تبردنها بالخف وغطوها بالبابي فين ملسقو فيها من فوق باش مدنناش ديك القشراني من فوق ونخلوها حتى وين تبرد من جاء احد اخرى نجيب هادك الكاس تاع كرام ليكيد اللي قلت لكم نجيكم ميتين وخمس وعشرين ميلة نحطوه في البول هادك تاع الباتر ونشعل عليه الباتر نخلي حتى وين يطلع بيه ديلكم شوية وقت واحد عشر دقائق يعني خلوها حتى وين تشوفها اولاد يون كرام يعني حاك ما روحها اللا كرام تعيدوك راهي طلعت كاميرا كم تشوفوا فيها راهي شايدة روحها نحيها ونجيب هادك الكرام لي كنا وجدناها مع الول هادية اللا كرام باتي سيار اللي قلت لكم لازم تبرد ملح سنوح تحاول تحبط لكم هادك الكرام لي طلعتوها نبدأ نزيد غير بشوية ونخلط من التحت للفوق كما على بلكم العفزة اللي تطلع دايما يعني تضربوها بالباتر وتطلع ملح لازم كي تجد خلطوها تخلطوها من التحت للفوق وقعدوا زيدوها بشوية يعني قسمها ديك الله كرام على ثلاثة وزيدو كل اختارة زيدو واحدة وخلطوها كامل حتى وين تتخلط طبيعا واليوم يعني درت لكم الله كرام تاع فاني وشوكو وحبيت يعني في فيديو واحد اخرى حبيت نعود لكم الكريبوني اللي كنت درتوا لعمليفات وكانوا بزاف اللي نجح لهم وكانوا تانيك اللي ما نجح لهم مع باي شبه لك ما فهموش يعني الاريوسات ما فهموهاش مليح ولا يعني المهم حبيت نعودها وندير الاريوسات يعني بيان ديطاي باش 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 جيكم سهلو وتفهموها وتنجح لكم ان شاء الله وندير لكم تانيك اللي زي سكيمو على بالي كامل تحبوا اللي زي سكيمو في الصيف ودوكا كي ما اشتو يعني مرما خلطت هذيك اللي طلعناها مع اللي كرام باتيسيار درتها في باطنة درتها في باطنة بالعاني درتها في باطنة على كرام نغلقها مليح وندخلها في الكنجلاتور تبرد ونروح للمقادير تعالى كرام شوكو هنا عندي مئة قرم يعني طابليطة تعال شوكولة عندي مئة قرم تعال سكر هنا استعملت س البني طابع نظر سكر سبيض استعملت مئة جرام كيف 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 مدرنا عن طول مائة وخمسين ملايات حليب ثلاثة الصفر في بيض مغرفة كبيرة ع كاكاو ومغرفة كبيرة عمايزينة يعني المقادير كيف 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 مات على الفانيا برق زدنا الكاكاو وزدنا شوكولة هنا نحكم هذا الحليب مئة وخمسين ملايات نحطه في قاصر هنا كيف كيف وندفق ونرح لإضافينا حق الدرجات على الغلائن من جاة اخرى نحكم الصفر في بيض ندلل السكر وندللوا تانيك شو ونخلطهم بعد نزيل الكاكا والاماي زينا وما وردت لكم مع المقادر اللا كرام اللي كيد على بالكم قلت لكم على الأول بالقرعان قسموه على زوج وحد كاس كاس درتوه في اللا كرام فاني وكاس حنديرو في اللا كرام فروكو وتوجر حطه في الكونجيراتور هذك الكاس هزم يبرد مليح باش اللا كرام بتاعكم تطلع لكم بالخف وما تطول لكم بزرغ انا الحليب هذك كيل حقلي قريب يغلي نحيته ونجيب هذك شوكولة نرميها فيه نخلط هكذا شوية قسمة دهب شوية هكذا وبعد نفرغ هذ الحليب مع شوكولة نفرغه فوق هذك الخاليط الأول نخلط بيان بعد نعود نرجع كل شفكا صورنا نضيهم كيف 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 نحطه فوق النار نقصا دهن خلطتين متعقد لي هذك كنا باتي سيار هنا بقى لك الوصفات بقى لكم شوية كومبليكي ويعني تبان برك بسكيها سهلة ويعني تستاهل كي تديروها رح تدقو البنات على كرام تاع الصح وتانيك دهبريفيرونس يد قدرتو ديرو يعني كونتية كبيرة دوبليو باش هكذا تقعد لكم في في الكونجيلاتور وبلا ما تقعدوا دايما تعودوا كي موقت لكم دو كندي الخاليط هذا فوق النار نخلطه حتى ونيعقد وبعد كي يعقد نجيب تبسي طويل كما يعني درنا في تعالفاني ننفرغ هذك الكرام فنغطيها بالبابي فين ببابي فين نلسقه فوق النار كرام بش مدين ناشى هذك لاكوش لي من الفوق بس كذلك لاكوش كيد دي لكم كيد توليها بسها من الفوق وبعد يعني رح يقعدو لكم حبات هكذاك في النار كرام تاعكم ما معني في النار كدت تخدموها توجر غطوها هكذا من الفوق نخليها تبرد مليح منجي احد اخران نحكم الكاسة على النار كرام هذك لاكرام لي كد هذك نطلع حاكي ما دلنام على الأول لاكرام لي كده رحي طلعت نروح نجيب لاكرام هذك باتي سيار اللي خدمناها نزيدها على تلت اختارات كي ما قلت لكم على الأول ونخلط توجر ملتحت للفوق بالفوي حتى وحتوين تخلطو لكم ملع لاكرام شوكو هايلك واجدا نجيب باطا تانيك نعمل نعمرها بها ونغطيها ونضيها للكونجيلاتور خلوها واحد تمسواها هكذا يعني يكون واجد لكلام تاعكم يعني في تمسواها يكون يعني جمد هنا يداري ماركيتو لكلام شوكو يعني خرجي شوية زيادة لكلام فاني باسك فيها هذك مية قرام تاع شوكولة وفيها تانيك المغرفة كبيرة تاع الكاكاو ذوك اللاكرام متاعي راهو جمد نجبدو يعني جبدوه توجر شوية مقبل واحد ربع ساعة هكذا باش يعني يكون جامد بزاف يعني ما تقدوش تنحوه ونجيب هاد الكيسان لحن ندير فيهم ولمغير فهادية تاع سبيسيال اللاكرام نكون نديرها في الماسخون باش ننحيلي اللاكرام فاصل ونعمر هذك الكيسان يعني ديروش حال منبول ونزي تانيك نعمر اللاكرام شوكو انا كيكملت عمرت اللاكرام تاعي في الكيسان جبت شوية يعني كانت عندي شوية شوكولة اطارتي يعني زيت لها الحليب احتوين ولات جاريب ودرتها فادلاسويران قولها بورشادي وجوزت عليها من فوق جوزت فوق اللاكرام وزيت تانيك شوية كاوكا ومحمص ومرحي كان عندي تانيك من فوق هكذا كديكوراسيون امام رح يمدقوا بنين مع اللاكرام اللاكرام شوكو والاكرام فاني هاملك واجدين كيما اشتوا الوصفة سهلة وكيما راكم تشوفوا يشاهي جا بزاف بنين ان شاء الله الوصفة تاعي اليوم تكونوا عجبتكم اذا عجبتكم ما تنسوش ديرو جام تابوني وتاك تيفي ولا قلوش باش يلحقوكم كامل الوصفات تاعي تقدر تود دخلوا لانستاقرام تاعي ابوني فايتلقاء والتحت في صندق الوصفة وليقروب فيسبوك تاعي دوكو قعدوا معايا ناوكو المغير فام غير فام هاد لاكرام باش شوفوك فاش جيلاتيك سترتاعوك فاش يجي طريك فاش يجي هايد بزاف بنين هاد لاكرام سورتوا فانين عجبني لاكرام فاني وانتو متاني كده تحبوا لاكرام فاني ولا شوكو سيوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم ومام لا تيكستور تاعوك كما شتو يجي طريقي ويجي تعلق يعني كما لاكرام تعبره ان شاء الله تسيوا الوصفة وتنجح لكم وإذا نجح تلكم باعتوها وحطوها في القروب فيسبوك تاعي ولا باعتوها لتانيكس في انستاقرام ديرها انا في ستوري لحقنا لله فانت على فيديو دوك ما بقى لنقول لكم تهلا وفير واحكم وسلام ترجمة نانسي قنقر